مشاع هو العراق بكل ما تحمله الكلمة من معاني لعشرات الميليشيات التي حولت مدنه إلى قنابل موقوتة بعد أن أضخمت أحياءه بالمتفجرات والأسلحة التي تهدد حياة ملايين العراقيين المساجد والمدارس والأبنية السكنية صارت مستودعات لتخزين السلاح والعتاد الثقيل المتمثل بالصواريخ والقاذفات والمدافع فضلا عن المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة وكلها بحكم المرخصة حكوميا ومدرجة ضمن ترسانة ميليشيا الحشد التي تشكلت منذ عام 2014 انتشار هذه المخازن داخل المدن والأحياء السكنية من دون مراعاة وسائل الأمن وحفظها وفق المعايير بات يشكل خطرا حقيقيا على السكان حيث أدى انفجار بعضها إلى مقتل وجرح مئات المدنيين كما حصل في منطقته الرجب جنوب بغداد وفي حي العبادي الشرق بغداد وآخرها الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي شرق بغداد ما أدى إلى خسائر بشرية وأضرار مادية بممتلكات المواطنين ميليشيا السراية التي يقودها مقتدى الصدر والتي تعد الجناح العسكري لتحالف سائرون الذي حل أولا بالانتخابات البرلمانية هذه الميليشيا تعود إليها أكبر مخازن السلاح داخل المدن حيث تسيطر على عشرات المنازل في محافظات البصر وذيقار إضافة إلى أكثر من خمسين مخزنا آخر داخل مدينة الصدر وتأتي بعدها ميليشيا بدر التي يتزعمها هذه العامري والتي حلت ثانيا بالانتخابات وتتوزع مخازن عتادها في حي عرصات الهندية في قلب العاصمة بغداد ومركزها التجاري بينما استخدمت ميليشيا العصائب هي الأخرى البيوت في حي الكرادة ببغداد لنفس الغرض تلك الأسلحة يقول العراقيون إنها كافية لغزو بلد بأكمله حيث تعترف ميليشيا السرايا ذاتها بخطورتها واحتمالية انفجارها بأي لحظة ما ينظر بكارثة كبرى تجاهلتها حكومة العباد طيلة سنوات وباتت الآن تفتح ملفها على وقع الانتخابات التي كان لنتائجها وتجاذباتها السياسية الدور الأكبر في أن يتذكر العباد ضرورة حصر السلاح بيد دولة تعتبر ميليشيات الحشد أحد أركان قوامها الأساسية